مجلس الوزراء يقل قرارات بشأن مساريع قوانين ويوحيلها إلى البرلمان الحكومة الإثيوبية وشركاء التنمية يناقشون إصلاحات الاقتصاد الكلي مشاهدنا الكرام أهلاً ومرحباً بكم في نشرة جديدة لإخبار تأتيكم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ناقش مجلس الوزراء في دورته العادية التاسع والثلاثين يوم أمس قضايا مختلفة وأصدر قرارات بشأنها بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء في البداية ناقش المجلس مشروع قانون استراتيجية الإرادات الوطنية للفترة من عام 2024 إلى 2027 وتفيد التقارير بأن هذه الاستراتيجية قد وضعت بتحديث النظام الضريبي وتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة وناقش المجلس مشروع قانونين بشأن اتفاقات بشأن خدمات النقل الجوي مع جمهورية مالطا وأتشاد علاوة على ذلك ناقش وزراء المجلس مشروع قانون للتصديق على اتفاقية باريس للملكية الصناعية وتحتوي هذه الاتفاقية على عناصر مهمة لحماية سلامة وأمن وحماية الممتلكات الصناعية بين الدول الأعضاء وغيرها وناقش المجلس أيضا مشروع قانون بشأن العلامات الدولية المتزامنة مع البروتوكول القائم على اتفاق مدريد وينص البروتوكول على الحماية القانونية للعلامات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي وأخيرا ناقش المجلس لائحة شؤون الهجرة والمواطنة وشؤون الهجرة وستتيح اللائحة أيضا الفرصة للتعجيل ببرامج الإصلاح في المنظمة مع المراعاة الواجبة للطابع المحدد للخدمات التي تقدمها المنظمة وبعد إدراج مدخلات إضافية في المرسوم قرر المجلس بالإجمع أن تصبح القرارات نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أجرى وزير الدولة لشؤون الخارجي السفير مسغانو أرقى محادثات مع هيكون تشيكي المبعوث الألماني الخاص لدى القرن الأفريقي وتناولت مناقشتهما القضايا الرئيسية التي تؤثر على القرن الأفريقي والمسائل ذات الاهتمام المشترك في المنطقة بحسب وزارة الخارجية وأكد وزير الدولة على الدور الحيوي لإثيوبيا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة كما أكد من جديد التزام إثيوبيا بتعزيز الجهود التعاونية التي تعزز التنمية والأمن والازدهار في القرن الأفريقي كما أشاد وزير الدولة بأهمية ألمانيا كشريك استراتيجي وسلت الضوء على العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين من جانبه أشار المبعوث الألماني الخاص للقرن الأفريقي لأنه يمكن الحفاظ على استقرار القرن الأفريقي من خلال الوحدة وأكد كذلك دور إثيوبيا الحاسم في ضمان أمن المنطقة شرعت لجنة الحوار الوطني الإثيوبيا في عملية حاسمة لجمع الأجندة في عاصمة إقليم عفار سمرة وفي حديثها بهذه المناسبة قالت مفوضة الحوار الوطني الإثيوبيا السفيرة أيرويت محمد إن عملية الحوار الوطني شاملة وتشاركية من شأنها أن تمكنها من حل التحديات الرئيسية في البلاد ووفقا لأيرويت كانت اللجنة تقوم بأنشطة مشجعة في ولايات إقليمية مختلفة وإدارات المدن وأشارت إلى أن عملية جمع أجندة الجارية في إقليم عفار ستعقد خلال الأيام الستة المقبلة وبناء على ذلك ستشمل هذه العملية الشاملة أكثر من 1500 مشارك يمثلون مجموعات مجتمعية متنوعة من 49 منطقة في الإقليم ذكر جهاز الأمن والمخابرات الوطنية أنها تعاملت على ضمان نقل 14 مليون مسافر وبضائع عن طريق القطوط الجوية الإثيوبية في السنة المالية الماضية دون أي مخاطر أو ثغرات أمنية مزيد من التفاصيل في تقليل الزميل محمد نور جمال أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني أنه تم تكريم قادة وأعداء مكتب الخدمة وكذلك الجهات المعنية لمساهمتهم المتميزة في نجاح صناعة الطيران في إثيوبيا وبحسب المعلومات التي أرسلها مكتب الخدمة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي أن إحدى المهام الرئيسية للجهاز هي ضمان سلامة صناعة الطيران في البلاد وخلال العام الماضي تم نقل 14 مليون مسافر محليا ودوليا وحمولات كبيرة بالخطوط الجوية الإثيوبية التي لها اسم بارز ليس فقط في إفريقيا ولكن أيضا على المستوى الدولي دون أي مخاطر أو ثغرات أمنية وأشار مكتب الخدمة إلى أنه من خلال تدريب الخبراء لعاملين على ضمان سلامة الطيران ومن خلال تطبيق تقنيات جديدة وإجراء فحوصات أمنية مناسبة للمسافرين والأصول لم تحصل هناك تهديدات أمنية في السنة المالية المنتهية 2016 بالتقويم الإثيوبي وقال السفير رضوان حسين مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني إن النجاح الذي تحقق في الضمان سلامة الطيران جاء بفضل العمل الدؤوب على مدار الساعة لجميع القادة والأعلى وأضاف أن النجاح الذي تحقق هذا العام لا ينبغي أن يصرف الانتباه بل ينبغي أن يكون بمثابة سند معنوي لمنع التهديدات المعقدة لسلامة الطيران في المستقبل وعارب المدير العام عن امتنانه لفريق العمل والموظفين وأصحاب المصلحة للنجاح الذي تحقق في قطاع العمن في صناعة الطيران وللتقدم المحرد من خلال إدارة العمليات الأمنية الخاصة وأكد أن الجهود الشاملة والتعاون الذي بدأ ينبغي تعزيزها ومواصلتها ومن جانبه قال نائب المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني السيد سيسايتولا إن مكتب الخدمة سيواصل تعزيز جهوده الشاملة لبناء خدمة أمن الطيران الرائدة في إفريقيا من خلال التنسيق مع الخطوط الجوية الإثيوبية وأعلنت منظمة الطيران المدنية الدولي التي أجرت عملية تدقيق على الخطوط الجوية الإثيوبية بعد 12 عاما أن إثيوبيا دولة لا يوجد بها أي تهديدات لأمن الطيران وهو مؤشر على إنجازاتها وصرها السيد سيسايتولا أن خبراء إدارة العمليات العمنية الخاصة تلقوا تدريبا على بناء القدرات في البلاد وخارجها وقال أسرات كجيلا مدير عام أمن الطيران المدني إنه في ظل التهديدات المتزايدة في هذا القطاع من الممكن منع التهديدات الأمنية بنجاح من خلال الاستعداد المسبق وقال إنه تم القبض على الأسلحة والمنتجات التكنولوجية والمخدرات والأموال غير المشروعة والمعادن الثمينة والطائرات بدون طيار التي تم نقلها في المطار لاستخدامها لأغراض إرهابية للحاق ضرر كبير بالبلاد والمواطنين وتم تقديم المتورطين إلى العدالة وأشار جهاز المخابرات والأمن الوطني إلى أنه تم تكريم كيادات وأعضاء إدارة الخدمة بالإضافة إلى مختلف الجهات المعنية لمساهمتهم المتميزة في النجاح المسجل ومن ضمن الشخصيات التي تم تكريمها تقديرا لدورها البارز عمدت مدينة الدردواء السيد جوهر خضر أدانت حكومة إثيوبيا بأشد العبارات الهجوم الأخير على مقر إقامة سفير الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم تنص اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية بشكل لا لبس فيه على التزام جميع الدول بحماية مباني البعثات الدبلوماسية من الاقتحام أو الضرر وضمان أمن الموظفين الدبلوماسيين في جميع الوقات ودعت حكومة إثيوبيا جميع الأطراف في السودان إلى الاحترام الكامل للقواعد الدبلوماسية الدولية والامتناع عن الأعمال التي تعرض الموظفين الدبلوماسيين أو المرافق الدبلوماسية للخطر وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية عقدت حكومة إثيوبيا اجتماعا رفيع المستوى مع مجموعة شركاء التنمية لمناقشة إصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية في البلاد وتأثيرها على السياسات المالية النقدية مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الرحيم محمود أقدت حكومة إثيوبيا أمث الثلاثاء بالتعاون مع مجموعة شركاء التنمية اجتماء غفيع المستوى في وزارة المالية لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية القلية الجارية في البلاد وتأثيرها على السياسات المالية والنقدية ويمثل هذا الاجتماع لاحظة مهورية في التحول الاقتصادي في إثيوبيا بناء على تقدم أجندة الإصلاح الاقتصادي المهلي التي دخلت الآن مرحلتها الثانية وتم إطلاق أجندة الإصلاح الاقتصادي المهلي في عام 2019 وكانت محورية الاستراتيجية إثيوبيا لمعالجة اختلال الاقتصاد الكل وتعزيز النمو المستدام وترسيخ القطاع الخاص كمهرك الرئيس للتنمية وقد تم إهراز تقدم ملحوظ في إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تعبئة الموارد المحلية ومع إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي العام للمغالة الثانية تكثف الحكومة جهودها الإصلاحية لمعالجة التحديات العميقة الجزور بما في ذلك نقص النقد الأجنبي ونخفاد الإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية المحضوظة ويتمثل أحد الجوانب الأساسية لهذا الإصلاح في التحول نحو نظام سغف أجنبي قائم على السوق والمسمم لتنشيط الاقتصاد وتحفيظ النمو وتتذامن الاستراتيجية المالية التذاما بالحد من تمويل العجز من خلال أهكام سارمة مع الانتقال إلى إتار السياسة النقدية القائم على أسعار الفائدة المسمم للحد من التدخم وتحفيظ الاستثمار وفي كلمتها الافتتاهية أكدت وظيرة الدولة بالمالية سمرت سوا سوا على تفاني الحكومة في هذه الإصلاحات وسلت الدوء على أهمية الدعم الفني والمالي من شركاء التنمية وقالت إن إصلاحاتنا الاقتصادية الكلية مسممة لمعالجة التحديات طويلة لأمد مثل نقص النقد الأجنبي والقدرة التنافسية العالمية المحضوظة وقدم وزير الدولة للمالية الدكتوري يوف تكال لن لمحة عامة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي للمرحلة الثانية ووصفه بأنه امتداد طبيعي لأجندة الإصلاح الأولية وقال لقد أغسط المرحلة الأولى الأساس للتحول الاقتصادي في إتيوبيا حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.1% على الرقم من العديد من الصدمات الداخلية والخارجية ويبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي للمرحلة الثانية على هذا التقدم مع التركيز المتجدد على الاستقرار الاقتصادي الكل وتعزيز الانتاجية وخلق بيئة مواتية للاستثمار في القطاع الخاص ومن جانبه سلت محافظ البنك الوطني الإيثيوبي مامو مهرة الدوء على الخطوات الكبيرة التي تم إحرازها في إتار السياسة النقدية الجديدة كما سلت المحافظ مامو الدوء على الإصلاحات المهمة التي تم إجراؤها داخل البنك الوطني لدمان استقلال البنك وكفاعته وعرب ممثلوا الشركاء الإنمائيين الرئيسيين بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من الشركاء الثنائيين عن دعمهم المستمر لأجندة الإصلاح في إثيوبيا وأشادوا بنحج الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات وأشاروا إلى النتائج الإيجابية المبكرة بما في ذلك تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز تعبئة الإرادات وخفط التدكم كما أثار شركاء التنمية قضايا مثل تحسين السلام والأمن وتحسين مناخ الأعمال والإدارة الدريبية فضلا عن الدفء نحو تأحزيز الإنفاق المؤيد للفقراء والإنفاق الاجتماعي كما صلت الضوء على الحاجة إلى إصلاح دريب فعال وبناء قدرات الخدمة المدنية ورقمنة النزام في مقابلة مع وكالة الأنبال إثيوبية قال السفير الإيطالي لدى إثيوبيا غستونيو باليس إن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبحسب السفير فإن إيطاليا باعتبارها أحد شركائها الاستراتيجيين تعمل على رفع التعاون الدبلوماسي والاقتصادي الحالي مع إثيوبيا إلى آفاق جديدة وأشار السفير إلى أن مشاركة إيطاليا في إثيوبيا تهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وقال إن إثيوبيا وإيطاليا تربطهما علاقة ثنائية جيدة مضيفا أن هناك إمكانات هائلة لزيادة الارتقاء بها وذكر غستينو أن إيطاليا تمول ما يقرب من 90 مليون يورو في مشروع سد كويشا وهي قيد الإنشاء بواسطة شركة سالين الإيطالية وتعمل إيطاليا أيضا على ضفاف نهر كبنة في العاصمة وأنفقت عشرة ملايين يورو على المشروع مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية النشر لكن قبل ذلك نذكركم بأبرز ما جاء فيها مجلس الوزراء يطر قرارات بشأن مشاريع قوانين ويحيلها إلى البرنامج الحكومة الإثيوبية وشركاء التنمية يناقشون إصلاحات الاقتصاد الكلي رعاية النشرى دمتم برعاية الله ترجمة نانسي قنقر